كثير ناس يقولون يا عم أنتوا ما تحبوا أصالك يا خي كيف ما بنحب أصالك بس اللي أنا اللي حكيت عنه نسمعهم واسمع هلأ الحديث اللي عم تقوله أصالك فرقت من السماء للأرض نحن للتذكير للتذكير يعني هلأ أنا ممكن شوف شيء أنا مشوف اللي عم أعمله غيري بيشوفه إذا نبهني هل هو بيكرهني لا هو بيحبني عم يدلني على الطريق مستقيم إذن الفرق صار شاسع وواسع ما بين الملحن القديم والملحن الحديث أصالة نجمة كبيرة مساء الفل أهلا وسهلا بالحبايب اليوم حبايبي بنا نحكي عن الست أصالة طبعا أنا قلت أنه دائما وبرجع دائما بكرر كل مطر بغنى مقتنع بالغنية لكن في أغاني بتضوي على هذا الفنان هلأ الست أصالة طبعا يتدربت وتعلمت على يد أبوها الفنان الكبير صوت وعازف وجميل وحفظت أنا شفت لي أول مرة كانت بنت صغيري عم تغني يد والي بالحظ على التلفزيون وبعدها عرفت مين أصالة نصرق مع الفنان السوري مروان حسام الدين لحن للموسيقار ملحن بركات والله والله يا ميما هون بدأت الخطة حطة براسة أنه يجب أن تكون مطربي وكانت فاتحة الخير بأربع ألحان هزت أرجاء المعمورة لحن كثير جميل لو تعرفوا للموسيقار الله يرحمه السيد مكاوي واللحن الثاني للموسيقار أيضا الكبير الاستاذ محمد الموجي هي هات قلبي وروح بعدها في لحن اللي هو اللي ظهر أكتر واللي حبيته الناس أكتر أحيانا الكلمة لها تأثير كتير هي سمحتك سمحتك أو كان أنا بنظري محبي لهدون العم العدون كان محمد سلطان موفق في كبح الجماح عن صوت أصالة تقدر يحبس له صوته بهالمزورات الحلوة اللي أخرجت سمحتك سمحتك تسمعها الغناء الجميل أيضا الموسيقار حلمي بكر يا صبريانا كمان لحن جميل جدا 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 في لحن أنا كثير بيعجبني من أصالة بيريحني بحبه كتير وعبد غني حلو هو للاستاذ الفنان العربي السعودي عبادي الجوهر اللي هو أد الحروف أد الحروف كذلك الأمر لحن بنحطه بمصاف هدول الكبار إذن الخمس ألحان اللي عديناهن هدول هدول الفنان الملحن الكبير أنت وعم تحكي بيعرفوا صوتك وين بيطوي يعني نحن لا شئلنا أنه الموسيقار محمد سلطان قدر يكبح جماح مثل فرص علي فارس بيقدر يوقفه وقيمت ما بده وفي منه بتفلك منه وما بترد عليه ست أصالة وفي مطربين كتير بيفلت صوتهم كيف بيفلت يعني بدي تفتح مبسوطة تفتح المدى كله اللي عنده كيف منشوف هذا الشيء أنا لما بسمع على أصالة هدول مسجلتهم بالستوديو غير لما بتعملوا اللايف باللايف تنسى بدي ترجع مثل ما بتغني هدول اللي عديتهم بالأول هدول كانوا بناء جسر حقيقي لصوت أصالة انه انت انتبهي من هون لهون ما تطلعي براتهم هدول بملعبك هدول لا إليك ملكك انت بتقدري تعملي أي شي فيهم متل ما قلت لكم انه الموسيقار محمد سلطان فعلا فنان كبير انه قدري يتمش وين بيدوي صوت أصالة حلو تبوها هده كتير فيه دقة في مطرب بيقول له للملحم بدي افتح صوتي الملحم اللي بيفهم طبعا ما اي ملحم ملحم هدول العظماء انت وعم تهمس وان فيه جمال بيلقطع محمد سلطان أثبت وانا احترم كتير هذا الفنان الكبير لأنه من خلال أعماله لهاني شاكر أجمل ما غنى هاني شاكر اني ألحان محمد سلطان يذلك أصالة بدي اعتذر منها يعني مهما غنيت اللي قدر يعطيها وصوتها مريح ويدخل القلب هني مع محمد سلطان وكتير ناس بشوف أنا من اللي بيحبوا الست أصالة يعني بيحبوها بها الطريقة هاي بس تطلع فوق هذا رأي وزوق الناس كمان نحن مع كل الناس مضت حد يعني في أغاني أنا بشيلة لأصالة فيها انضباط صوت بقدر اعتز فيها وانطرب عليها وفي مطربين كل شي غنوا باعتز فيه وفي مطربين نص أغانية بدك تكبهم بالبحار يعني تشوف وكله توفيق كله توفيق كله توفيق في لحن غنال مرحوم مصطفى نصري أبوه لأصالة يعني أنا باعتبره من لون ملدنا من لوني مشغي يا خالي كأنك شاعر توصفني من راسي لأخي الخالي أرادت أصالة حبيبة أبوها اللي كل عمره بتذكره قالوا اللي بيحب أبو أمه عظيم أنا بنظري فكذلك الأمر غنيت سجلت كتير متوفقت فيها طبعا قبل مقفل عن الموضوع كتير ناس يقولوا يا عم أنتوا ما تحبوا أصالة يا خي كيف ما بنحب أصالة مثلا أنا اللي حكيت عنه نسمعهم واسمع هلأ الحديث اللي عم تقوله أصالة فرقة من السماء للأرض نحن للتذكير للتذكير يعني هلأ أنا ممكن شوف شيء أنا مشوف اللي عم أعمله غيري بيشوفه إذا نبهني هل هو بيكرهني لا هو بيحبني عم يدلني على الطريق مستقيم إذن الفرق صار شاسع وواسع ما بين الملحن القديم والملحن الحديث ممكن هلأ الملحن الحديث أصالة نجمة كبيرة دخيلك إيه كيف بدك لأعملك اللحن هيك بدك خلاص عملي هيك الملحن الخطير القديم هو اللي بيطيع الصوت هيك أنت لازم تقول هون لازم تعمل كانوا يتقاتلوا عبد الحليم وعبد الوهاب لما عمي لحن واللحن ووردي كذلك الأمر تبكي وردي يا أستاذون صاحبة آه لاللحن بتاعي لازم تنفزيه حتى يدخلوا الخلود اللي بده أغني على كيفه هو بلحن لحاله أنا عبلاحن منك تحفظ اللحن إذن هذا الفرق ما بين القديم والحديث رغم أنه في مواهب جديد كتير بتبشر بالخير وإن شاء الله يا رب المستقبل الجاي كله بيرجع الجمال وبيرجع الصح إذن نحن لنا قولا جمال على أحد لا 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 الأدرة أصالة أنا إذا حبيتها أو ما حبيتها شو فرقت معي يعني؟ نزاد محب أو نقص محب؟ لا نحن عم نحكي علم موسيقي ويمكن تسمع أصالة تقول مظبوط أنا هون مغني غارهم وتشكرنا بينه وبين ذاته بعدين إنت إذا بتحب واحد دله على عيوبه بينبسط وإن ذا إحبابت إنسانا على مزايا هذا ليس حبا حبه على عيوبه الحب الحقيقي فارجي لك يا حبيبي دي مبسط بالأخير الهداي مو أنا البهدي لا تهدي من أحباب تمن الله يهدي من يشاء حبيبي أنا بتشكركم كتير وشكرا لزوءكم بتمنى تسمعوا ما بين الأديم والحديث ترجعوا على كلامي لكم كل الحب وشكرا ترجمة نانسي قنقر